العراق هو مهد الحضارة وعلى الرغم من جميع الصعوبات إلا أنها دولة تملك موارد هائلة ومع ذلك يعيش العراقيون ظروفا شهدتها أقل البلدان نموا البنية التحتية العراقية تنهار الحياة العراقية تنهار أيضا هناك العديد من الأسباب لهذا الوضع ولكن السبب الأهم هو التدخل الإيراني بسبب تواجد إيران وعملائها في العراق كل ما يقوم به الشعب العراقي لتحسين الوضع ينتهي إلى طريق مسدود هذا المأزق الذي تسببت به إيران زاد التوتر بين أهل العراق ودفعهم للاحتجاج عندما يهتف العراقيون إيران بر بر إنهم يفعلون ذلك لأنهم يدركون أنه طالما أن إيران تتدخل في سياسته واقتصادي وأمن العراقيين فإن العراق لن يبقى له شيء العراق غير قادر على حل مشكلة الكهرباء وذلك لأن إيران وعملائها في العراق يريدون أن يقرروا من سيجمع المال لا يمكن للعراق إصدار قوانين لكبح جماح الميليشيات الطائفية بسبب تهديد إيران والدماء التابعة لها في العراق بالعنف لا يمكن للعراق إبقاء الجنرالات النجاحين في مكانهم لأن إيران هي من تقرر من يتم تعيينه في الأمن العراقي لا يمكن للعراق القضاء على الفساد طالما أن إيران وعملائها المحليين يكسبون المال من الفساد ويستخدمون الفساد كأداء للحصول على ما يريدون لا يمكن للعراق الحد من الفقر بينما توقف إيران أي مشروع لتحسين اقتصاد العراقيين إيران لا ترى العراق كجار إنها تنظر إليه كدولة تابعة تنهب موارد الدولة لصالح إيران من المهم أن يتردد هذا الشعور بشكل خاص بين العديد من المتظاهرين الشيعة المسالمين الذين يستمعون إلى أصوات الشيعة العراقيين الوطنيين من النجف بدلا من البغضاء القادمة من الجانب الإيراني مثل الجنرال قاسم سليماني يدرك العراقيون جيدا أن العديد من أفراد النظام الإيراني لا يزالون يرون أن العراق هو العدو ويحاولون إيذائه بأي طريقة ممكنة هذا هو بالضبط ما يحتج عليه العراقيون إنهم يقاومون ويطالبون بوضع حد للنهب الإيراني للعراق وذلك كخطوة أولى وضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار التام